تطرق نادي شبيبة الصورة للحالة الصحية للاعب ملال بن عمر الذي نقل على جنح السرعة إلى المستشفى عقب شعوره بذيق في التنفس وألام في الصدر خلال لقاء الفريق ضد الاتحاد الليبي حيث أظهرت نتائج الفحوصات التي خذع لها اللاعب على مساوى القلب عن عدم وجود خطر على صحته في انتظار قيامه بفحوصات جديدة حسب موقع الفريق